السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي طبعا هاي تجربتي الشخصية بدون أدوية أنا بحكي كل فيديوهاتي اللي بحكي فيها عن الفواتي وبحكي فيها عن الخضار وبحكي فيها عن كل شيء بدون أدوية أما الشخص اللي بطلع يعلق وقول أنا إلي 20 سنة أو 10 سنوات عندي سكري وباكل كل شيء متلاقيك بتأخذ كيلو أدوية أنت بالشهر أنا بحكي كل كلامي هذا بدون أدوية ما في أدوية سكري ولا إنسولين أما إذا بدك تستمتع بالحياة وبتأخذ إبر أنسولين وبتأخذ حبوب كلوكوفاج وميتفورمين وجارديانس ومتراجين تادو وكل هاي الأمور إذا بتأخذ الحبوب بتقول لي لا ما برفعش السكر ما أنا بأخذ دواء أنت حر أنت حر صدقني وانت حر طبعا لكن من تجربتي مع السكر تجربتي الشخصية مع السكر من يوم بديت أترك هاي الأمور والحمد لله كل شيء تمام عندي أنا ما بقول إنه الفواقه ما بتغذي ما بقول غير مغذية لا 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 ما بقول هي مغذية من أفضل المغذيات أصلا ومضادات الأكسدة وما بقول احرم حالك نهائيا وبعض الناس والإخوة بسألوني في التعليقات ما يعني في بنوكل شوية وكذا ما هو لو قلت أنا مسموح بتلاقي الإنسان بروح يقول له قديش ثلاث بردقانات أربع بردقانات طبق فاكهة بعد الغداء مش عارف إيش ما بينفع ما بينفع ما بينفعش إذا بقولك مسموح اعمل ذو ما بعمل يعني أنا إذا بيجي عباري البردقان لو أكلت كل يوم ربع بردقانات يعني أقطع البردقانات أربعة وأكل ربع واحد عشان طعم ثمي ما عنديش مشكلة وعلى فكرة أنا بأكل البردقان بقشره لأنه فوائده فوائد القشر أكثر من فوائده وكذلك الليمون أنا بأكله بقشره لما أقول مسموح مش يتروح تجيب لي قطف عنك أنا قلت إذا بدك تاكل عنك كل كل خمس حبات عشر حبات عشان الطعم بس عشان ما تحرمش حالك نهائيا مرة بالأسبوع بلي كثير مرتين بالأسبوع أما لو قلت أنا بأسموح كل يوم موسم العنق كل يوم الناس بتاكل عنك فأنا بقول لا ولازم ندير بالنا منه لازم ندير بالنا من فراكتوز وخاصة اللي عنده سكري سمعت في الإنترنت وأكيد أنتوا سمعتوا كمان الأشخاص اللي بيطلعوا يقول لك البطيخ ممتاز البطيخ مفيد صحيا البطيخ لا يرفع السكر وكل هاي الأمور وبعضهم بيقول لك تناول البطيخ قبل الأكل والسبب شو السبب؟ السبب أنه مليء بالألياف يا سلام مليء بالألياف وبنفس الوقت بيقلل أو بيخفف امتصاص السكر في الدم هذا مليء بالألياف أقل من نص غرام ألياف في كل مئة غرام من البطيخ يعني 0.4 ما بس 0.4 وين الألياف اللي فيه؟ وحاجة الإنسان تقريبا 30 غرام من الألياف كل يوم وين الألياف اللي فيه؟ مليان ألياف سبحان الله صحيح أنه بيعطينا 10% من حاجة جسمنا من ريتامين سي وفيه تقريبا 4.5 ميليغرام اللي هم 4.530 أو 32 ميكروغرام من اللايكوبين وهذه مضاد الأكسادة ممتاز وهو اللي بيعطي البطيخ اللون الأحمر تبعه برضو بيعطي البندورة وبيعطي الفلفل الحلو وحتى لو فيه لايكوبين فلا يصلح للسكريين كيف هاي؟ لايكوبين سكريين على الوزن جاية لا يصلح للناس اللي دمهم زي العسل إطلاقا لا يصلح البطيخ للسكريين ولا للإنسان اللي بده يخفف وزنه أو اللي بده يتخفف وزنها لا يصلح إلا إذا إلا إذا إيش؟ حسا بني جي لها بعد شوي إن شاء الله البطيخ أو الدلاع أو الرقة أو الحبحب لا يصلح للسكريين وخلونا نشوف ليش؟ المؤشر اللي جليسيمي له من 72 إلى 87 شو رأيكم؟ هذا برفع لك السكري فورا هذا برفع لك مستوى السكر فورا فورا أول متاكل يعني 72 إلى 87 هذا مرتفع جدا ولو أخذنا 100 غرام من البطيخ خلينا نشوف شو فيه سعرات حرارية وشو فيه سكر بالنسبة للإخوة والأخوات اللي بيحسبوا السعرات الحرارية فالسعرات الحرارية 40 السكر في الميت غرام من 12 إلى 14 غرام خلينا نعتبر مقدار السكر الأقل اللي هو 12 موش 14 هذول سكروز 4 غرام السكروز اللي هو فراكتوز وغلوكوز مع بعض لغلوكوز فيه 3 غرام ولفراكتوز 5 غرام يعني تقريبا مكعبين ونص سكر في الميت غرام يعني ملعقتين ونص سكر عادة إحنا ما بناكل 100 غرام شو 100 غرام؟ أنا كنت أخلص بطيخة أنا واخو يبراهيم الترقماني الله يمسي بالخير كنا بعد الغد نخلص بطيخة كاملة فخلينا نقول للإنسان بدي يأكل شرحة بطيخ اللي هي واحد من 16 جزء من البطيخ يعني البطيخة هاي لو قسمناها بالطريقة هاي 16 جزء وأكلت منها جزء اللي هو 82 غرام بمعنى إنك دخلت لجسمك 30 غرام سكر شو رايكو يصلح ولا لا يصلح 30 غرام سكر مشكلة مشكلة السكر اللي المفروض يكون في جسمنا هو من 5 إلى 7 غرامات مش أكثر من هيك ما يزيد عن هيك وإحنا لما بناكل بارتفع السكري والبنكرياس لازم يتعامل معه ويرجع ضبطه في خلال ساعتين أو ثلاث ساعات للمستوى الطبيعي فقديش رح يأخذ البنكرياس لما أنت تعطيه 30 غرام سكر مرة واحدة وألا بيعلم شو كنت متغدي بجوز متغدي منسف بجوز متغدي رز وخبز أو أو شيء آخر وتعطيه بعد الأكل كمان 30 غرام سكر هذا البنكرياس الآن صار عنده حالة طوارئ صار عنده حالة طوارئ وبتعب ورح يرفع لك الإنسولين بشكل رهيب يأتي فلان ويقول كله فوائد أنا بقول لك لا مش كله فوائد هذا كله مية وسكر وبيجي فلان بقول لك إيش هذا بحسن الضغط طيب بحسن الضغط شو استفدنا يحسن الضغط ويرفع لي السكري اللي هو أصلا سبب الضغط وهو أصلا سبب الدهون الثلاثية وغيره شو الفائدة بعدين الفوائد بتيجي من المعادن والبيتامينات صح ولا لا أعلى شيء فيه المغنيزيوم فيه ثلاثة بالمية وبالنسبة للبيتامينات أعلى شيء فيه عشرة بالمية اللي هو فيتامين سي والباقي ما بزيدش يعني عن أربعة بالمية من حاجة جسمنا اليومية فشو الفوائد اللي فيه إلا اللايكوبين لأنه مضاد أكسدا ممتاز لكن شو الفائدة أنا أخذ شوية مضاد أكسدا وأنا بحط السكر قاعد اللي موجود فيه هذا اللي رح يجيب لي الأكسدا وكل بلويها شو الفائدة يعني ولأن الإنترنت مليانة بالكلام الخنفوشاري العنفريشي السبهللي الناس صار عندها حيرة يعني نسمع كلام مين فيه هذا بقوله البطيخ ممتاز وكويس للسكري والدكتور علي بيقول لا هذا برفع السكري طب نسمع كلام مين أنا بقول له إياك ثم إياك ثم إياك أن تسمع كلام أي أحد عمياني ثلاث إياكات إياك ثم إياك ثم إياك أن تسمع كلام أي أحد عمياني جرب بنفسك أهم إشي تجرب بنفسك خذ شرحة بطيخ اللي هي تقريبا 280 غرام وإفحص قبل متأكلها وكلها وبعد ساعة إفحص وشو أخبار السكر عندك إذا ارتفع السكر اعرف إنه هذا كلام صحيح وإنه البطيخ ما بنفعك فتبعد عنه وإذا ما رفع عندك السكر فصحتين وعافية وما تنسى إنه الشرحة هاي اللي أخذتها فيها الكلوكوز تقريب من 12 ونص وباقي 30 غرام فركتوز شو يعني هذا الكلام الـ 12 غرام ونص هذولا على طول رح يطلع على الدم فورا على طول بعد ما لأكلهم هذول على الدم فبيرتفع السكر الباقي فركتوز هل بيطلع على الدم؟ لا الفركتوز لازم يمره على المصنع اللي هو الكبد عشان يحوله لغلوكوز وبعدين ممكن نستخدمه كطاقة لجسمنا ولما إحنا بعد الغداء نأكل صحن بطيخ اتغدينا ومليان جسمنا سكر ونشا وغيره ونرجع نأكل كمان صحن بطيخ شو سوينا على الكبد إحنا هيك؟ الكبد اللي شغال 24 ساعة يحللنا مشاكلنا ويساعدنا هذا بيجيله حالة عصبية يعني خلص بعصب بيقول لك أنا شغال ليلة نهار أساعدك وانت قاعد تعطيني سكر وفركتوز وتعطيني كذا وتعطيني كذا ما بينفع هذا الكلام فبيختار إشي أسهل إله الكبد بدل تحويل السكر إلى بلوكوز الأسهل إنه يخزنه أولا بيصير يطلع لك اللي هي إيش الدهون الثلاثية عشان تأخذ السكر الزيادة وتأخذ كله وتخزنه تخزنه على شكل شو؟ صح سمنة ودهون ويأتي فلان أو فلانة يقول أنا ما باكن نشويات أو خبز أو عز وبرضه جسمي مش نحثان يعني ولا وزني قاعد بنزل والدهون عندي في زيادة سؤال إخواني وأخواتي كم مرة شكتوا في اليوتيوب الفواكه التي لا ترفع السكر الفواكه التي لا ترفع السكر هذا كلام فاضي كل الفواكه ترفع السكر ما في فواكه ما في أكل ما بيرفع السكر كل الفواكه كل الطعام يرفع السكر لكن هذا بيعتمد على شيئين الحمل اللي غليسيمي يعني قديش فيه سكر ونشأ فيه الطعام اللي بنوكله والمؤشر اللي غليسيمي تبع هذه المادة سواء كانت فاكهة أو غيره قديش بسرعة يعني رح يرفع لنا السكر في الدم نصيحتي إذا كان المؤشر اللي غليسيمي أعلى من الخمسين ابتعد عن هذا الطعام أفضل لك إذا كنت من الناس اللي دمهم زي العسل الناس الحلوين لا تأخذ إذا كان لا تأكل هذا الطعام إذا كان أكثر من خمسين اللي هو المؤشر اللي غليسيمي والحمل اللي غليسيمي اللي هو مقدار السكر والنشويات اللي موجودة فيه إذا كان أكثر من عشرة حاول تبتعد عنه قدر المستطاع وإذا كان عشرة وأقل هذا ممتاز جدا وديروا بالكوا تتبعوا أي حمية أمريكية أو حملة مش عارف إيش اللي كلها كربوهايدرات اللي بقول لك اللي مسموح لك لغاية 200 أو 300 أو 350 من الكربوهايدرات يوميا هذول بيحتاجهم جسمك لا بالكثير لا تعطي أكثر من خمسين وأفضل إنك تعطي ثلاثين غرام من الكربوهايدرات فقط وإذا بيجي على بالك البطيخ كل شرحة واحدة أو شرحتين من هذا الشرحات الصغيرة مش الشرحة الكبيرة يعني مش اللي كنا نحكي عنها يعني تكون مثلا تقريبا ثلاثين غرام ما في مشكلة حبة قطعة قطعتين ما في مشكلة ومش كل يوم لما ييجي على بالك ليه؟ لأنه طالما أنت من الناس الحلوين لدمهم زي العسل هذا رح يخربط لك السكر فما فيه إلو داعي اللي شغله شاق ومتعب يعني وبحرق المواد اللي بيأكلها ما فيه مانع أنه يأكلها يعني ما بين الحين والآخر خاصة إذا ما عنده سكري أما الناس الحلوين لدمهم زي العسل وعنده برضو أشغال شاقة يأكل ويفحص وما يهمل نفسه لأنه زي ما بقول دايما هذا عبارة عن لص ما رح تعرف عنه هذا السكر ومثله للشخص اللي بلعب حديد أو برفع أثقال في الجيم برضو يتوخى الحذر إذا كان عندك سكري أو ما عندك سكري وإذا أنت من الناس الحلوين لدمهم زي العسل وما بتمارس أي نوع من أنواع الرياضة ليش ما تبدأ على الأقل تمارس رياضة الجري وإذا ما بتستطيع على الأقل المشي ولإخواني وأخواتي اللي مدمنين على الأكل وما عندهمش أي استعداد إنهم يتحدوا السكر يعني بيشرب عصائر بيشرب مشروبات غازية بيأكل سدوشات مدمن على الأكل وما عنده أي استعداد إنه يتحدى السكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري هذا سؤالي متى ستبدأ بتحدي السكري وتبعد نفسك عن كل العواقب والمخاطر اللي بيجلبها السكري لا قدر الله مع إنها فاكهة المفضلة وبحبها كثير وأنا متأكد إنه ناس كثير بتحبها الأطفال والرجال والنساء الكل بيحبها لكن على رأي المثل إذا كان دمك زي العسل وكان حبيبك عسل سدو واستريح يقال عنها أنها ملكة الفواكه أو أميرة الفواكه مع أنه أنا مش شايف أي شي خصصها يعني يخليها تسير أميرة أو ملكة الفواكه شو رأيكم؟ هل تصلح المنقة للناس اللي دمهم زي العسل؟ الناس الحلوين السكريين هل تصلح أم لا تصلح؟ جوابي إنه المنقة الناضجة لا تصلح للسكريين اللي دمهم زي العسل لا تصلح نهائيا لكن الخضراء اللي لسه ما استوت تصلح وتصلح وإذا حابين نستفيد من المواد اللي فيها والبيدامينات والمعادن ومضادات الأكسدة زي اللي بيأكلوها يعني الناضجة إحنا عنا ممنوعة لكن إذا كانها خضراء أخذنا كل الفوائد اللي فيها باستثناء السكر بيكون نسبة السكر كميته قليلة جدا جدا في اللي لسه ما استوت ومشهورة جدا في دول كثيرة تؤكى الخضراء يعني لسه ما استوت وتكون يابسة شوية مع العديد من الصلصات والعديد من الأملاح والخلطات اللي تجعلها لذيذة جدا جدا وهذه المفضلة عندي هذه صلصة معمولة من الفول السوداني مطحون وعليها شوية تبهرات وعليها بصل وعليها فلفل فحارة ولما نغمس المنقة فيها وناكلها لذيذة ولاذعة وكل فوائد المنقة والفوائد اللي موجودة في هاي الصلصة بيستفيد منها جسمنا في الهند ما بعرف في دول ثانية أو لا في الهند وسريلانكا وموريشوس والمناطق هاي بيستخدموها مع الكركم يعني بيحطوا عليها الكركم وبغطوها وبتركوها لفترة وبعد هي بتسلوا عليها أو بقلوها قبل الأكل أو بعد الأكل وهي لذيذة ومفيدة جدا وبنفس الوقت بيكونوا أخذوا كل الفوائد اللي موجودة في الكركم ومعظمهم بيحط عليها شوية فلفل أسود حتى يزيد امتصاص الجسم للمواد اللي موجودة في الكركم وبعض الدول أيضا في الهند مثلا في موريشوس في بنجلديش في سريلانكا في المناطق هاي بيطبخوها مع الكاري تغطع شرائح صغيرة وتنعمل صلطة مع البندورة مع الفلفل مع هاي الأمور ولذيذة جدا وممتازة وبتكون حامضة يعني بتشعر انه موجود فيها كل الأحماض اللي بيحتاجها جسمنا بعض الدول بيعمل هاي الصلصة لكن مشكلتهم انهم بيستخدموا فيها السكر انت ممكن تعملها بالبيت بدون ما تحط عليها ولا شعرة سكر تختار الكمية اللي بدك إياها من المنقى الخضرة اللي لسه ما استوت وما تنسى تحط عليها زنجبيل وقرفة وابهارات وخل وزيت زيتون وحطهم في الخلاط واخلط لما يصيروا نعمين كثير وطبعا الابهارات هاي حسب الدوق بدك تحط زنجبيل أكثر براحتك بدك تحط القرفة أكثر برضو براحتك بدك تزود الخل يعني زي ما بدك وحسب الدوق عندك لكن خلطة بسيطة هاي المكونات بنحطها كلها مع بعض في الخلاط وبنحط عليهم زيت ثلاث أربع معالج وبنظل نخلطهم لغاية ما يصيروا يعني طريين ومهروسين كويس ولذيذة جدا وممتازة وصحية وبتفيدنا كثير وبإمكانك انك تعملها مخلل حار هذه بيعملوها في الهند مخلل حار زي مخلل الليمون تطبخ وبعد هيك تتخلل وتترك لفترة بتصير مخلل المنجا وحارة ولاذعة وممكن تأكلها مع الأكلات الأخرى لكن مشكلتنا إننا إحنا بدنا الحلاوة بدنا طعم الحلو اللي فيها هاي مشكلة البني آدم البني آدم بحب كل شيء حلو وبننسى في أغلب الأوقات وأغلب الأحيان إنه كل الفواكه ترفع السكر ما في فاكهة ما بترفع السكر لكن بترفع في أشياء أو في فواكه بترفع السكر ببطء وبكميات قليلة وفي فواكه بترفع السكر بشكل سريع جدا وبترفعه بمقدار عالي هذا يعتمد على مقدار المؤشر الجليسيمي اللي هو السرعة قديش برفعنا السكر وعلى الحمل الجليسيمي اللي هي كمية السكر والنشويات اللي موجودة في هذه الفاكهة وخلينا نشوف مع بعض الميت غراوي من المنجا قديش فيها سكر بالنسبة للإخوة والأخوات اللي بيحسبوه السعرات الحرارية فسعراتها الحرارية 75 المؤشر الجليسيمي من 51 إلى 60 بتراوح السكر فيها من 17 إلى 24 حسب النضوج لكن الناضجة يعني اللي بتكونها فيها حلاوة تبدأ من 17 غرام إلى 24 حسب شدة الحلاوة وفيها 1.5 غرام ألياف وطبعا هون احنا بتكلم على 100 غرام لو اعتبرنا أنه الألياف 2 غرام مش 1.5 فيتبقى عندنا من 17 يتبقى عندنا قديش 15 غرام سكر يعني 3 ملاعق سكر أو خلينا نقول 3 مكعبات سكر للحمية الصحية اللي مسموح لك يدخل لجسمك طول النهار الـ 24 ساعة من جميع أنواع السكر والنشويات يتراوح ما بين الثلاثين لأخصى حق 50 غير عن كل الحميات الأمريكية اللي بتقول لك لغاية 300 هذا كلام غير صحيح وكلام ضار جدا للحمية الصحية ما لازم يزيد عن 50 غرام في اليوم في الـ 24 ساعة من كل أنواع السكر لكتوز فراكتوز سكروز جالكتوز المفروض ما يتعدى الـ 50 والأفضل أن يكون في حوالي الثلاثين وبننسى أيضا أن الجسم ما بيفرق ما بين أنواع السكر يعني هذا سكر جايني من الكولا هذا سكر جايني من الطعام هذا سكر جايني من الفواقه هذا سكر جايني من المنقة الجسم ما بيفرق الجسم أول ما يدخل له سكر على طول أول ما نحس فيه في فمنا فيجي أوامر من الدماغ إلى البنكرياس اعطيني إنسولين أنا ايجا عني سكر وبدي أتعامل معه فالجسم ما بيفرق ولازم اندير بالنا إخواني وأخواتي التين الكاكي أو الكاكا لا تصلح للسكريين وإن شاء الله راح نشوف السبب مع بعض وطبعا أنا ما بتكلم عن الأمريكية اللي قويلة شوي اللي فيها تقريبا 34 غرام من الكربوهايدرات أنا ما بتكلم عنها بتكلم عن المشهورة موجودة في وطننا العربي ما بعرف مين اللي سماها الكاكا وليش لأنه عارفين كلمة الكاكا في معظم الدول العربية شو معناها ليش ما سموها البندورة الحلوة لأنها من نفس الفصيلة حتى لو شجرتها تختلف لكنها من نفس الفصيلة ليش ما سموها مثلا تين الكاكي كما يقال عنها أو تسمى في بعض الدول العربية أصلها ياباني وبنادوها وبسموها في اليابان كاكي وحتى في الصين تسمى كاكي واسمها العلمي ديوسبايروس كاكي تتراوح الحبة ما بين 130 إلى 200 غرام وعشان ما بدنا نقول حبة وحبتين بدنا نقول 100 غرام فإنت قيس يعني إذا بدك تأكل وتختبر على نفسك قيس على 100 غرام مش على الحبة للي بيهتموا بالسعورات الحرارية 100 غرام فيها 75 المؤشر الغريسيمي مرتفع 55 إلى 63 فيها 19 غرام كربوهايدرات الألياف 3.5 غرام السكر 14 غرام والنشا 1.5 غرام يعني 100 غرام من الكاكا أو التين الكاكي فيها ثلاث ملاعق سكر أو ثلاث مكعبات من السكر غلوكوز خمسة ونص فراكتوز خمسة ونص والسكروز اللي هو عبارة عن فراكتوز وغلوكوز فيها اثنين والنشا الباقي اللي هما واحد ونص رح يتحولوا إلى سكر شئنا أم أبينا وشاهدت كم فيديو في الانترنت لبعض أطباء التغذية اللي بيقولونهم أطباء تغذية بيقول لك الحلوين اللي دمهم زي العسل مسموحون لهم حبة واحدة لغاية 200 غرام كل يوم يعني حبة واحدة ناضجة كل يوم وللناس اللي دمهم لسه ما صار زي العسل يعني اللي ما عندهم سكري مسموح لك من حبتين إلى ثلاث حبات كل يوم ليش؟ عشان يصير دمك زي العسل عشان تتبع عائلة السكرية يعني إذا بتستمع للي بيقول لك كل حبة كل يوم أنت لما تاكل حبة كل يوم أنت بتدخل لجسمك ست ملاعق سكر ست مكعبات سكر كل حبة اللي وزنها 200 غرام بالنسبة للإخوة اللي بيشتغلوا أشغال شاقة أو أشغال متعبة أو بيتحركوا وبيحرقوا أو اللي بيلعبوا رياضة أو بيلعبوا حديد أو اللي بيمارسوا رياضة الركض أو الجري أو اللي بيمارسوا المشي يوميا تناول حبة اللي هي 200 غرام ناضجة من تين الكاكي وإذ حص بعد ساعة أو ساعتين وتكون فاحص قبلها وما تتناول معها أي شيء وشوف قديش بترفع لك السكر فإذا بترفع لك السكر نصيحتي ما فيش الها داعي يعني وإذا ما بترفع السكر فصحتين وعافية بغض النظر عن شوية المعادن اللي موجودة فيه وبغض النظر عن شوية الفيتامينات اللي موجودة فيه وبغض النظر عن مضابات الأكسدة الكثيرة اللي موجودة فيه العنب لا يصلح للناس اللي دمهم زي العسل العنب لا يصلح للسكريين إلا إذا إلا إذا إيش إلا إذا ما بتأكل أكثر من عشر حبات خاصة إذا أنت من الناس اللي دمهم زي العسل وما هو السبب خلينا نشوف مع بعض إن شاء الله للإخوة والأخوات اللي بيتموا بالسعرات الحرارية في سبعين سعرات حرارية تسعة وستين إلى سبعين المؤشر اللي الريسيمي ثلاثة وخمسين بالنسبة إلي أعتبره مرتفع أنا لحد عندي خمسين أهم إشي بهمنا في هذا الموضوع اللي هو نسبة السكر قديش؟ سبع عشر غرام في الميتة غرام سبع عشر غرام النص تقريباً غلوكوز والنص الآخر فراكتوز يعني لما تأكل ميتة غرام اللي هم تقريباً من سبع عشر إلى عشرين حبة بتكون دخلت لجسمك سبع عشر غرام سكر اللي هم ثلاث مقعبات ونص سكر ومين مننا بيأكل بس ميتة غرام؟ ما في حدا معظم الناس خاصة في موسم العنب بتلاقيه بعد الغداء قطف عنب كامل يا نص كيلو يا إما كيلو بخلصه مرة واحدة يعني إذا بتاكل ثلاثمائة غرام كأنك دخلت أنت عشر ملاعق سكر إلى جسمك ممكن شخص يقول أنه هذا العنب مليان مضادات أكسدا وخاصة مضاد الأكسدا هذا صحيح موجود في العنب لكن ليش أنا أضر حالي بنسبة سكر كبيرة وأنا ممكن أحصل هذا المضاد الأكسدا هذا من مقولات أخرى موجود في الفول السوداني موجود في التوتيات موجود في قسر التفاح يعني ليش أنا أضر نفسي وأخذ فراكتوز وسكر زيادة وكما أقول دائما إخواني وأخواتي جرب بنفسك كل ميت غرام من العنب وإفحص قبلها وما تأكل مع العنب أي شيء كل العنب فقط وإفحص بعدها بساعتين أو ساعتين وشوي وشوف السكر اللي عندك ارتفع ولا ما ارتفع فإذا ارتفع ابتعد عنه إذا ما ارتفع فهنيئا لك وتمتع وصحتين وعافية مع أنه بيعطينا تقريبا 80% من حاجة جسمنا من فيتامين سي ومع أنه يحتوي أيضا على حمض السيتريك ومع أنه فيه له بعض الفوائد الصحية ومع أنه نسبة السكر اللي موجودة فيه أقل من البرتقال الجريب فروت لا يصلح للناس اللي دمهم زي العسل لا يصلح للسكريين إلا بكمية قليلة جدا جدا ولا يصلح للإنسان اللي بيحاول يخفف وزنه ويذيب الدهون وراح أتكلم إن شاء الله عن الخرافة اللي بيقول لك عصير الجريب فروت هذا ممتاز جدا لتخصيص الوزن بيتراوح وزن الحبة الناضجة من 150 إلى 200 غرام للإخوة والأخوات اللي بيحسبوا السعرات الحرارية سعرات الحرارية 45 في الميتة غرام المؤشر لغلايسيمي 25 وهذا يعني إنه ما رح يرفع السكر بسرعة لكن رح يرفع السكر ودائما أقول إذا كان الحمل لغلايسيمي يعني نسبة السكر عالية يجب أن نتجاهل المؤشر لغلايسيمي نسبة السكر اللي موجودة في الميتة غرام تتراوح من 7 إلى 8 غرام خلينا نعتبر أنه 7 غرام مش 8 غرام ثلاثة ونصف سكرهوز اللي هي عبارة عن جلوكوز وفراكتوز والباقي جلوكوز وفراكتوز لوحده بالتساوي ما بين الاثنين بمعنى أنه إذا أكلت أنت حبت الجريب فروت هاي اللي وزنها 200 غرام أنت أدخلت لجسمك ثلاث ملاعق أو ثلاث مكعبات سكر وإذا بتقارنه مع البرتقال البرتقال اللي وزنها 200 غرام فيها أربع ملاعق أو أربع مكعبات سكر وطول عمرنا بنسمع أنه لازم تشرب عصير جريب فروت عشان تخفف وزنك أو وزنك يعني ياريت تأخذ كل يوم كاسة مليانة من عصير جريب فروت على الصبح على الريق يعني إخواني وأخواتي أنت لما تأخذ عصير أي فاكهة عصير اللي هو المية لأحدها اللي هو المية الموجودة فيه أنت بتأخذ مية وسكر ما فيه أكثر من هيك وكيف الإنسان أو الشخص بده يخفف وزنه ويحرق دهون إذا أنت بتشرب كبايا كاسة هاي على الأقل فيها 25 ل30 غرام سكر كيف رح يخف الوزن مستحيل تخفيف الوزن وحرق الدهون ما بتم إلا بطريقة واحدة اللي هي منع دخول هاي الدهون إلى أجسامنا من الأساس شو هي الدهون أنا ما بتكلم عن الدهون الحيوانية أنا بتكلم عن الكربوهايدرات والسكر اللي رح يحول الجسم إلى دهون وطبعا العصير بكل أنواعه بكل أشكاله لأي فاكهة ممنوع مش بس على السكريين ممنوع على كل الناس المفروض ما تشرب العصير هذا بقول لك عصير طبيعي هذا عبارة عن مية وسكر إذا ولابد بدك تاكل منه ما يزيد أكلك عن 100 غرام بس يعني نص حبة أو أقل عشان الطعم يعني إذا بدك تشوف طعمه أو كذا يعني ما تاكل أكثر من هيك لأنه لازم تعرف أنه هذه المية غرام اللي أكلتها دخلت لك لجسمك يا إما سبعة يا إما ثمان غرامات سكر وكما أقول دائما جرب بنفسك يعني تناول حبة اللي هي 200 غرام وكلها وإفحص السكر قبل الأكل وبعد الأكل وشوف شو بيصير معك إذا رفعت لك السكر ابعد عنه إذا ما رفعت لك السكر فإذا بتحبه استمر على تناول وهذا ينطبق على الشخص أيضا اللي أشغاله متعبة يعني وبتحرك كثير برضو جرب بنفسك وشوف شو بيصير معك سواء كنت من السكر من النوع الأول ما عندك سكري أو سكري من النوع الثاني أو مقاومة الإنسولين وبرضو نفس الكلام للناس اللي بتلعب رياضة سواء كانت الرياضة في الجيم أو رياضة الجري أو رياضة المشي أبحاث كثيرة تقول اللي بتناول أدوية الضغط أو أدوية الكوليسترول والأمور هاي يخفف من الجريب فروت لأنه البحوث تقول أنه بيعمل يعني عدم امتصاص أو عدم إخراج هذه المواد الكيموية أو الأدوية من الجسم فتدير بالك وياريه تستشير طبيبك أو طبيبك الخاص قبل ما تتناولوا الجريب فروت ولإخواني وأخواتي المدمنين على الأكل اللي بيأكل ثلاث أربع وجبات خمس وجبات في اليوم وبرضو مدمن على المشروبات الغازية والسكريات والحلويات وما بيتحدى السكري ولا بيفكر يتحدى السكري أنا عندي سؤال متى ستبدأ بتحدى السكري وترحم نفسك من الأكل اللي بتأكله وتبعد عن نفسك المخاطر اللي رح يجيبها السكري إليك لا قدر الله أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهلي السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسد ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أنه ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي رح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شو رح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code وDiometease Code وأوبسيتي Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لاستيق من أمريكا أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيي وبرأيي الشخصي هذا الكتاب Metabolical هو بالنسبة إلي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر